قبل عشرين سنة قام الخطاب الملكي بأجدير باستهلال مسار مأسسة النهوض بالأمازيغية من خلال إحداث المعهد الملكي للثقافة المازيغية باعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات الثقافة المغربية المسار الذي رسمه الخطاب الملكي تعزز بإقرار الدستور اعتماد الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية وسن القانونين التنظيميين لإعمال ترسيمها وإدماجها وإنشاء المجلس الوطني لللغات والثقافة المغربية المعهد الملكي للثقافة المازيغية رسم خطة طارق لكتمثل في أولاً تهيئة اللغة الأمازيغية لكي تصبح لغة مشتركة وموحدة للمغربة كلهم وبالخصوص الأمازيغ منهم ثانياً اللغة الأمازيغية لم تعد فقط لغات التواصل الشفائي وإنما طرحت مسألة كتابة الأمازيغية ثالثاً موضوع التعليم وتعلوم الأمازيغية لأول مرة في تاريخ منظومتنا الوطنية للتربية والتكوين لأول مرة تدرس هذه اللغة ويرتقب أن تتعزز مكتسبات الثقافة الأمازيغية بصندوق تمويل ورش تفعيل طابع رسمي للأمازيغية الذي أقره البرنامج الحكومي كآلية مالية للدولة من أجل إدماج الأمازيغية في مجالات التعليم والتشريع والمعلومات والاتصال والإبداع الثقافي والفني تصريح الحكومة الجديدة لمفادوا أن الأمازيغية تحتل واحد المكانة مركزية في سياسة الحكومة الجديدة وأن الدولة ترصد واحد ملاق مهم في إطار إنشاء صندوق لدعم الورش تقافة الأمازيغية واللغة الأمازيغية إذن هذه هي الحصيلة أعتقد أن المعهد الملكي للتقافة الأمازيغية لعبوا حد دور أساسي في إنجاز هذه المهام كلها ويواصل باحثون بالمعهد الملكي لثقافة الأمازيغية استعراض نتاج عمل عشرين سنة وما تم القيام به للنهوض بالأمازيغية في ذكرى خطاب يجدير الذي يعتبر تصورا جديدا بخصوص الهوية المغربية